من عبد الله بالتوهم فقد كفر فممكن المراد منها التوهم التوهم وهو الأعلى نقدر نقول الأقرب أنك تتوهم شكله أو التوهم كالذي يقول أنا لا ديني ربوبي ولكن أعبد رب ما عرف شنو يريد من عندي هكذا وهم هذا أيضا كفر جيد المعنى ينيجن لكن المعنى الأول لعله أقرب أي أنك تتوهم ما هو كيفيتك ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة السنة يعبدون ماذا؟ يعبدون الإسم يعبدون إسم الله يعبدون الكعبة الغرفة الفارغة لا يعبدون المعنى لا يعبدون معنى الإسم لا يعبدون ركز ركز وياي الموضوع جدا دقيق رجاء ركز وياي حتى ما بعدين تجي أسئلة والأجوبة موجودة هي بنفس الحلقة رجاء أرجو التركيز ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر السنة يعبدون الإسم دون المعنى يعبدون إسم شخص اسمه الله طوله ستون ذراع وا 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 يعني إذا شفت أنت تعرفه إذا شفت تعرفه لذلك بعض الشباب يرسمونه بعض الشباب يرسمون رب السنة يقولون هذا رب السنة يعني ليش؟ لأنصفاته موجودة بالكتب السنية طويل وعريض وكلتا يديه يمين وعند قدم وساق فيعبدون إسم وهذا الإسم معروف إذا مش فات من عندك رب السنة السلام عليكم شلونك شخبارك هذا من؟ رب السنة ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر جيد أسمع النقطة الثانية ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك الشيعة الشيعة يس الشيعة نعم هي هم هم بس مو إحنا لا 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 مو إحنا جماعة قناة المنتقم لا إحنا ويمكن أكفت كم مجموعة منا منا ما أعرفهم لعل أما الأصولية المقصرة كلهم ذول يعبدون الإسم والمعنى راح تقول لي شلون الروايات تقول أن معاني الله هم أهل البيت ونحن معانيه هاي الروايات عندنا مستفيضة متواترة حسب مصطلحاتهم الإمام يقول نحن معاني الله في خلقه من تطل الإمام صفة خالقية أو رازقية أو مشيئة إلهية أو تقول الإمام نفسه الله ذاته الله على نحو التقريب يقول لك لا هذا كفر ليش يقول لك هذا بس لله معناه يعني أنت تعبد المعنى مع الإسم تد روح ندك كفر زندق للصبح همشي نلطم ونصيح يحسين يحسين همشي همشي نتبع المرجعية ونتبع المعممين همشي هذا نعمة فضيلة شوف شوف الكفر شوف الكفر خوانك الشيعة ذولي شوف الكفر شوف الكفر شوف الكفر بس أريدك تركز وياي أعيد هالنقطة هاي أعيده هاي النقطة الثانية ومن عبد الإسم والمعنى يعبده يقول الذات هو الله شوف 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 هذا معنى حلوة هاي التفاتة حلوة الذات يقول هو الله الذات هي معنى أطلقت على الله للتقريب يقول لا الذات الله كلمة الذات من وين جاتي هاي غير مخلوقة يقول لا هو الذات الله يبقى أهل البيت هم نفسه الله هم ذاته الله معنى تقريبي نحن نعرف الله شيء وهل البيت شيء بس هم خذوا كل المعاني الإمام إلهي الصفات هاي منتهين من عدها لا نقول أن أهل البيت هم الله هذا منتهين من عدها بس من نقول الإمام ذات الله نفس الله لأنهم معانيه أمير المؤمنين يقول ونحن معاني الله نحن أسماء الله روايات من أسماء الله الذات من أسماء الله النفس هذه هي الإهل البيت على نحو التقريب يقول لا المشيئة هاي اسم بس لله هذا معنى يقول لا بس الله الذات يقول لا 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 بس الله معنى لا يقول إحنا نعبد الله نعبد الله نعبد الذات عبد اثنين هو ما يدري ما شد هيعود أنا ترى شوية شوية نطيكم بحوث قسم من بالله هيعود شوية شوية يعني هيعود شوية شوية أنتم صار لكم سبوعين ثلاثة تقولون شيخنا ما جاي تنطي ما جاي طيقة طيقة هيعود أنا مقصر هيعود أنا مقصر رقزوا أخواني ترى هاي هاي نقطة جدا حساسة نقطة جدا حساسة ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك مشركين هؤلاء هؤلاء مشركين يقول الله إذا مو خالق رازق ما أعبده لازم أعبد وياه خالق رازق معنى يقول الله إذا ما عنده ذات شوين الله ومن أبقى من أبقى وين الله شوين الله وين الله خطفئ هذا معنى يقول لا فشو شوين الله يعني أنت عبادة اثنيا عبادة الاسم والمعنى شرك شرك وسؤلوا هو واقع وهو لعبوا بيكم لعب أثروا عليكم والله ضربوا عقولكم والله ضربوا عقولكم أبعد طيب مو مشكلة الأخ أبو حسن يقول يحتاج شرحها بعد لأن بعض الأخوة ما فهموه طيب مو مشكلة لا لا أشرحها أنا ما أدري لو أكو هنا في شيء يعني يوضح الرسم إذا أرسم أو شيء حتى أوضح لكم بس ما أعرف هنا حتى القلم ما أعتقد يبين أي ما يبين لكن راح أحاول أرفع أشياء بيدي عندنا الآن هذه الثلاثة أقلام أخواني في لون يختلف لأن صدق الموضوع يحتاج شرح دقيق حتى ينتصرون على المعممين الزنادق ينعلون رب ربهم يقولون لهم القريشي ما بقى لكم شي فلش دين دينكم طيب الآن عندنا حتى نميز لأن التمييز الضروري عندنا قلم أسود وقلم أحمر وقلم أزرق جيد ثلاث ألوان عندنا الاسم عندنا المعنى الاسم والمعنى هذه النقطة الثانية الاسم والمعنى الاسم الاسم والمعنى المعنى فقط جيد الاسم الاسم والمعنى المعنى فقط من عبد الله بالاسم فقط فقد عبد غير الله كما قال الإمام عليه السلام مثل عبادة السنة يعبدون شخص غير الله بس ما أخذين اسمه ركز لي على هاي النقطة ركز لي ما أخذين بس اسمه ربنا وربهم مو واحد ما أخذين اسمه يقولون عنه الله بس مو ربنا ركز نرجع على هاي توديك وين ربنا وربهم واحد نبينا ونبيهم واحد يجال قريشي طيك 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 على الدين كله فهم ما أخذين الاسم فقط ما أخذين اسم النبي ما أخذين اسم الله بس ما أخذين الاسم بس هم ما أخذين شخصيات تختلف فيعبدون الاسم هذا الاسم من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر هذا نحطها على صفحة الآن منه عندنا عندنا الاسم والمعنى وعندنا المعنى الاسم والمعنى عندنا المعنى ايه في رواية الإمام عليه السلام من عبد الاسم والمعنى هذه جامعة الاثنين جامعة الاسم اللي أخذه السنة وجامعة المعنى اللي رح يجي شرحها الآن هذه جامعة اثنين جامعة الاسم والمعنى مثاله مثال هذا شنو واحد يقول أنا ما أعبد الله إذا ما أقول عنه خال هو الخالق الرازق بس مو أهل البيت وهو عنده ذات وهو عنده نفس وممكن يحط له روح هو ما عنده ما يصير نقول له للبيت فهنانا أشرك بالاسم والمعنى أشرك الثالثة هاي هاي الثالثة كما يقول الإمام عليه السلام ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى المعنى اللي إحنا عليه هاي هاي الآن عبادتنا الحمد لله ولكم عمي حمدو الله وشكروا أنتم وحق العباس أبو فاضل الله أنقذنا من النار وحق العباس أبو فاضل بصفاته الأسماء عليه ما هي أهل البيت الصفات ما هي أهل البيت صفاتهم ونحن أسماء الله ونحن صفات الله الإمام إلهي الصفات ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه إيقاع مو يعبد المعنى بحيث المعنى إذا أخذ نرجع لهاي النقطة الحمرة اللي هو كفر أخواننا الشيعة بحيث إذا أخذ المعنى من الإسم يقول هذا مو الله فعابد الإسم والمعنى عابد الإسم والمعنى مشركين راح أشهد عليكم بلقب جديد أيها المشركون راح أشهد عليكم بهذا اللقب شيع مشركين شيع مشركين يعبدون الإسم والمعنى راح يقول لك شلون قل لي الخالقية من حق أهل البيت يقول لك لا قل لي خلص وضعت المعنى مع الإسم فعبدت الإسم والمعنى قل للذاتية من حق أهل البيت الله انطاه إلىهم النفس لأهل البيت هم نفسه الله يقول لك لا ما يصير الله الله نفسه ذاته ذاته كلها اسمه معنى كفور شرك شرك هذا شرك ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك ومن عبد المعنى بايقاع الاسماء عليه ايقاع الاسماء يعني ماذا يعني هاي اسماء تروح وتجي الله الله من ضيق العبارة نحن نقول الله الخالق الرازق نتكلم حتى نقول ذات الله اهل البيت هم ليسوا ذات الله اذا جاءت بهذه العبارة نقصد يعني ليسوا الله بس اهل البيت ذات الله اي وضعهم بهذه المرتبة وقال هؤلاء ذاتي روحي نفسي يدي عيني لساني حتى احنا نفتيهم هذولا كل شيء بالنسبة لله كل شيء بس اذا تقول لي معناه هم اللهم هم اقول لك لا هذا هو التوحيد الحقيقي ومن عبد المعنى بايقاع الاسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه عقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته أو في سره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقه وأولئك أصحاب النقطة الثالثة اللي يعبدون المعنى ما يعبدون الأسماء الأسماء لأهل البيت الصفات لأهل البيت أم الخالقين الرازقين ذات الله مشيئة الله يد الله عين الله نفس الله أي شيء هذا التوحيد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام هذا التوحيد بس وضحت الآن وضحت كان من المفترض أذكر هذا في محاضرة بداية التوحيد لكن في ضغط صار علي كبير في المحاضرة وكان الإعداد جدا كبير وكان بس أنا ذكرت هذا الشيء هذا الشيء ذكرته وأضحته بالمناسبة يعني هذا في محاضرة بداية التوحيد موجود اللي قلت وأسماءه تفهيم وصفاته تقريب مضمون الرواية يعني قلنا هذا الشيء مو ما قلنا هذا قلنا هذا عبادة الله هذا عبادة الله هذا عبادة الله كم شيء مشرك عندك كم شيء مشرك يعبد الاسم والمعنى يعبدون الاسم والمعنى نعوذ بالله نعوذ بالله الحمد لله الذي من الله علينا بعبادة المعنى وإيقاع الأسماء والصفات عليه إيقاع وها الاعتقاد بالأسماء والصفات أنها تعطى وأعطاها الله لمشيئته الخالقين الرازقين روح وتجي تامع يقل له فلوس تروح وتجي أسماء والصفات تروح وتجي لا ما يصحر ما يصير تروح وتجي الله شلون الله شلون من يلي يخلق وكذا عبادة للسم والمعنى لا ما يصير لا ولكن تروح وتجي اعتبرها مثل الفلوس لا ما يصير ولك عمية يقل له الفلوس تروح وتجي ولا يهمك أهم جي بالريش بالحديد أبت 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 بتقول أهل البيت ذات الله شاش بقيت لله شاش بقيلة شوية من الكيكة أقيلة شاش تأخبت الكيكة كلها أنت وجمعتها قسمتها كلها نطيتها لأهل البيت عليهم السلام من غولة يجي بكرون بكرون الموضوع كيكة هاي كيكة طرطة شا تكينا نطيته والله انطاه له للبيت قال هم ذاتي هم نفسي هم روحي هم لساني هم يدي لأن هذه أسماء صفات تقع عليه بالإيقاع لا بالذاتية الأزلية بخابين انتم بخابين ميانين انتم صاحين ولا أثر عليكم مصحف عثمان يحفظكم شيخ حكمة من كان يجيكم بالنجف وكربلة ومحافزات اللي الدرسون بيها وتروحوا له للأنبار وركبكم هناك وخرب عقولكم سان مين انتم صاحين هذا التوحيد التوحيد هذا تعبد الله بالمعنى بإيقاع الصفات والأسماء عليه مو تعبد هوية طبعا كلمة تعبد هوية حسا واحد يقول أنا ما أعبد الخالقية ودعا ساسي صير نغل قرنها مع الله إذا انتفت عنه لا تعبده هذه عبادة لا تلعب مع ربك هذه عبادة قالوني ألاحق أرد على كم مشكال خافي طلعون منا منا واحد يقول أنا ما أعبد الذاتية أنا ما أعبد المشيئة طيب ما تعبدها طيب تعبد الله طيب نعم أعبد الله طيب أهل البيت ذاته الله بالمعنى التقريبي وأهل البيت مشيئة الله لا شاش بقيت له الله آآ يعني تجند تعبد أشياء ثانية ويا الله حاطها منا ومنا تحت ايدك خاف الله ما موجود تطيقها بعبادة منا بعبادة منا لا أنا أعبد بص الله طيب واخر من عندها الأشياء أنطيها له للبيت مثل ما هو أعطاه له للبيت لا شاش بقيت لله ما يصف راح يبقى بص اسم فارغ غطي كش باطه هو مثل البرميلي فارغ ولك الله الله أنت عبده بالمعنى يعبده بالمعنى مو تعبده بالاسم ويقول لك أمير قريشي مغالي وملحد وكافر وناس تقول مسيحي الحمد لله الذي منى علي بهذه النعمة العظيمة وأخرجني من قذارة أفكاركم الموجودة في حوزات النجف وقم مع احترامي للبعض الحمد لله الذي منى علي بهذه النعمة العظيمة أني أحمده وأشكره إلى أن أدخل في قبري أخرجني من قذارتكم من نتانة عقولكم الناصبية الشافعية الحنبلية السنية العائشية التي تعبد ربا بالاسم والمعنى وهذا شرك بالله الحمد لله الذي أخرجني من هذه القذارة والوساخة اللي أنتم عليها